ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية الحكومات التي ستصدفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استعرض سموه في كلمته أبرز ما تعاني منه أجندة العديد من الحكومات في العالم وسبل معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين كتغير المناخ وندرة المياه وصراعات الجيوسياسية والتحولات الديمغرافية والفقر والأزمات الصحية والاختلالات الاقتصادية والأزمات المالية تباصيل أكثر حول كلمة دولة الكويت في القمة العالمية للحكومات في سياق هذا التقرير أمام القمة العالمية للحكومات التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ألقى سموه شيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت والتي استعرض فيها سموه ما تعاني منه العديد من حكومات العالم في سبيل معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين ومن أبرز النقاط التي جاءت في كلمة دولة الكويت الدعوة إلى استجابة دولية سريعة وتضافر جهود الحكومات للحد من أثار هذه التحديات والعمل على تحويلها إلى فرص واعدة لتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف دول العالم إن أبرز ما تعاني منه أجندة العديد من حكومات العالم سب المعالجة تحديات القرن الحادي والعشرين كالتغير المناخي وندرة المياه والصراعات الجيوسياسية والتحولات الديمغرافية والفقر والأزمات الصحية والاختلالات الاقتصادية والأزمات المالية مما يطلب استجابة دولية سريعة وتضافر جهود الحكومات للحد من آثارها والعمل على تحويلها إلى فرص واعدة سمو رئيس مجلس الوزراء تطرق أيضا إلى ضرورة تعزيز وتطوير بيئات الأعمال والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باستخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة وذلك من خلال رؤية مشتركة للحكومات حول إعداد الخطط الاستراتيجية والتشريعات والسياسات وسبل تسخير التقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي شهد التغير المناخي تبدل دولة الكويت عناية شديدة لتطبيق بنود اتفاق باريس للمناخ عبر المساهمة بحزمة من المشاريع التنموية الصديقة للبيئة وإقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني للانتقال التدريجي نحو نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية ضمن أنماط العمل المعتادة للفترة ما بين 2015 إلى 2035 كما أكد سموه أن دولة الكويت وضعت أولى لبنات بناء الحكومة المعرفية من خلال إطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفية الذي يطلع بالعديد من المهام التأسيسية لبناء اقتصاد قوي ومتطور وفق رؤية دولة الكويت 2035 لقد وضعت دولة الكويت أولى لبنات نحو بناء الحكومة المعرفية من خلال إطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفي الذي يطلع بالعديد من المهام التأسيسية لبناء الاقتصاد المعرفي وفق رأي الدولة الكويت 2035 ولتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بقدراته أشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن دولة الكويت تسعى لبناء المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة وبتطبيقه بالتعاون مع البنك الدولية مؤكدا أن طرح المؤشر كمبادرة كويتية ومسؤولية معرفية تتشارك فيها مع الدول بخبراتها وقدراتها سيعمل على تعزيز وتحسين أداء الحكومات وأجهزتها ومؤسساتها المشاركة الكويتية الفعالة في القمة العالمية للحكومات أثرت هذا التجمع العالمي من خلال العديد من المشاريع والمبادرات للارتقاء بأداء الحكومات حول العالم وبتعزيز قدرتها على استباق التغيرات وابتكار الحلول لتحسين حياة المجتمعات مثل ما شونا معكم في التقرير صلطت كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات تضوء على أبرز التحديات العالمية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي كيفية التعامل مع المتغيرات المتسارعة في هذا أيضا ناقشت القمة والاستعداد لتلك المتغيرات وتطويعها واستثمارها على النحو الأمثل وآفاق التطورات المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات ولقراءة أبرز أو لقراءة أبرز ما جاء فيه كلمة دولة الكويت ينضم إلينا في الاستيديو المحلل السياسي دكتور يوسف المطيري دكتور يوسف صباحك الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح تقييمك أو كيف تقيم مشاركة دولة الكويت في هذه القمة العالمية للحكومات بسم الله الرحمن الرحيم لا شك الحقيقة أن مشاركة الكويت على وفد رفيع المستوى بحضور سمو رئيس مجلس وزراء الشيخ صباح الخالد ووفد الحقيقة من مختصين في مجالات متعددة يؤكد الحقيقة اهتمام دولة الكويت أنها فعلا تسعى لتطوير الأداء الحكومي والاستفادة من التجارب والأمور تستعرض من خلال هذا المؤتمر خصوصا أن سيكون هناك ناس من القطاع الخاص ومن دول متعددة وبالتالي هذا يعكس رغبة الكويت في الاستفادة من هذه التطلعات وهذه التغيرات والأساليب الحديثة اللي ممكن تنعكس بإذن الله على مشاريع حكومية لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بالإنتاجية الحكومية والقدرة على التوائم مع طبيعة المتغيرات المستقبلية خصوصا ما بعد أزمة كورونا يعني في تحديات كثيرة كعتواجه العالم اليوم وبالتالي جاء هذا المؤتمر الحقيقة في توقيت مهم لأن فعلا نحن الآن بحاجة لعمل كبير ولنقلة نوعية في مستوى الخدمات ومواجهة التحديات كلها تطلعات اليوم يعني مشاركة الكويت الحقيقة يعني هدفها الاستفادة ونقل التجربة وإن شاء الله يعني يتم ذلك من خلال تحسين الأداء الحكومي والاستفادة من هذه الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المؤتمر هذا ما نطلح إليه ولكن إذا كنا نستطيع أن نقرأ أو نسمع من حضرة القراءة لما ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته في القمة سمو رئيس مجلس الوزراء الحقيقة في كلمته استعرض عدة جوانب أساسية مهمة في البداية سمو تحدث عن موضوع التحديات القادمة والتحديات الإقليمية والتحديات الجغرافية والمناخية والتحديات المتعلقة بالجوانب السياسية وغيرها وتأثيرها على العالم اليوم نعرف العالم يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة كما ذكر سمو خصوصا في ظل الجائحة ونعرف الآن تداعيات الحرب الجديدة وأمور معقدة كثيرة يعني تجعل على الحكومات دور مهم جدا في إعادة تعافي الاقتصاد والنهضة الاقتصادية والقدرة على الموائمة بين طبيعة الواقع والمتغيرات المستقبلية يعني سمو رئيس مجلس الوزراء على سيء مثال تحدث أن الكويت قطعت شوت كبير جدا في الاقتصاد المعرفي وأن هناك مبادرة لإنشاء المركز الوطني لاقتصاد المعرفي الذي هدفه الأساسي هو النهوض بجانب المعرفة والإمكانيات والقدرات وأداء الجهاز الحكومي والإنتاجية الحكومية وتخفيف التكاليف الحكومية العالية هذه اللي بغير نتكلم عنها دكتور اللي هي يعني الحكومة المعرفية أو المقصود بالحكومة المعرفية بناء الحكومة المعرفية شنو المقصود بالحكومة المعرفية؟ نعم الاقتصاد المعرفي المقصود فيه هو وأن كيف نستطيع أن نبني مؤسسات الحكومية على معرفة حديثة ودراية بكل المستجدات المختلفة سواء في الجانب الإداري في الجانب الفني في الجانب التقني كيف يمكن أن ننقل هذه المؤسسات إلى مؤسسات اقتصادية تتمكن من تطويرها وتحسين أدائها وتنافس القطاع الخاص وتكون قادرة حتى على تحقيق أرباح هذا الترجع العالم الحديث نقدر نقول مثلا على سبيل المثال وزارة تحول إلى هيئة هل هذه تعتبر معرفية أم؟ نعم طبعا الاقتصاد المعرفي له عدة اهتمامات طبعا الحكومة عندها مؤسسات تجارية كثيرة وهيئات حكومية تقوم بعمل استثماري وتجاري فهذه إذن تحتاج إلى بناء معرفي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب التجاري والفني اللي يمكنها من أنها تكون قادرة على النهوض بقدراتها وتحقق ربحية للدولة يعني هذه المؤسسات بنتها الدولة حتى تحقق لها أرباح وفائدة مردود مادي لكن لما نتكلم عن وزارات خدمية أنا أقصد في الجانب المعرفي هو أن شلون نأسس هذه المؤسسات على المعرفة الحديثة وقدرتها على النمو والتطور بما يخدم العامل الاقتصادية ويقدر يطور النشاط الاقتصادي من خلال دور المؤسسات في خدماتها في التكنولوجيا تستخدمها في الأساليب اللي قاعد تطورها كل هذه رح تصب في النهاية في اهتمام اقتصادي ممكن ينجز عنه نمو اقتصادي وتنمية ومستدامة يمكن كما ذكر سموه فيها الجانب إذن هذه تعطينا أبعاد الاقتصاد المعرفي هي عملية شاملة للتغيير في المنهجية في الأسلوب في طريقة التنفيذ نتكلم عن شكل جديد وموائمة جديدة لربط الدولة بالنشاط الاقتصادي وربط مؤسسات الحكومة بمعرفة اقتصادية تمكنها من التطور ومواكبة التغيرات الحديثة جميل جدا رح نتطرق إلى موضوع آخر يمكن ذكر سموه رئيس مجلس الوزراء وهو تنوع مصادر الطاقة ونحن ما نتكلم عن تنوع مصادر الدخل اللي كان يمكن يسعى له بالسابق الآن نتكلم عن تنوع مصادر الطاقة وهو المدخول الأساسي للكويت وهو النفط والحين نتكلم عن مشروع النفط البيئي أو الجرين فيول اللي حين الكويت تركز عليه وهذه يمكن خطوة بدأنا فيها أساسا لتنوع مصادر الطاقة وكان لها أيضا حيث في كلمة سموه رئيس مجلس الوزراء في هذه القمة نعم سموه رئيس الوزراء الحقيقة تحدث عن موضوع الطاقة العالمية وهمية وجود بداء للطاقة لأن الاعتماد على البترول الخام مع الزمن قد ينضب لأن اليوم أصبحت في طاقات جديدة ومتجددة كثيرة أصبحت ممكن تساهم في تقليل الاعتمادية على البترول وبالتالي لازم أنا من الآن أبدأ أني أستخدم هذه الوسائل بما يحقق كفاءة العمل الحكومي وأيضا يمكننا بعدم الاعتماد على البترول كما ذكرت موضوع المشروع الوقود البيئي مشروع كبير وضخم جدا مبادرة كويتية استطاعت من خلالها فعلا أنها تحقق عائد تنموي إن شاء الله في المستقبل بعد ما يشتغل المشروع رح تقلل على الاعتماد على البترول نفسه كمادة خام ويصير نعتمد على الغاز المسال في عملية التشغيل مثل هذه الجوانب رح يكون لها مردود مادة كبير جدا نهضة اقتصادية في أسلوب استخدام الطاقة المتجددة أعتقد أن هذا فعلا يعني يجب أن اليوم ننتهج هالأساليب الحديثة وأساليب الطاقة المتجددة لأن العالم يتغير وبالتالي مبادرة الكويت في وجود هذا المشروع الحقيقة تعكس تجربة إيجابية ناجحة وتطوير أيضا المصافي والتكرير والعمليات البترولية والتصنيع البترولي كلها جوانب ترى يعني فعلا رح تعمق دور الدولة إن شاء الله في الانتاجية وتقليل الاعتماد على البترول الخام من خلال وجود بدائل في مجالات الطاقة المختلفة نعم دكتور يوسف ذكر سمو رئيس منجة الوزراء في كلمة دولة الكويت أن النماذج الحكومية كانت إلكترونية أو كانت رقمية والذكية أيضا والكل يعلم ولله الحمد منه أن الكويت اقطعت شرط كبير في هذا المجال شلون أيضا نقدر البناء على هذه البداية من خلال أيضا الخبرات الكثيرة اللي موجودة في هذا المؤتمر بالتحديد نعم سمو رئيس منجة الوزراء أشار في كلمة إلى قضية التحول الرقمي والتكنولوجي وبين العالم اليوم أن التكنولوجيا والأساليب المستخدمة في الإدارة الحكومية قاعدت تتطور من خلال منهجية استخدام الحكومة الإلكترونية والأدوات الإلكترونية والوسائل الحديثة في تطوير الأداء الحكومي وطبعا هذه لا شك الحقيقة مطلب أساسي أنه فعلا اليوم لا بد أن نواكب هذه التغيرات وأصبح أسلوب تقديم الخدمة التقليدي اليوم غير مقبول في عالم اليوم ومن ثم نجد أن سمو رئيس من الزراء تحدث عن تجربة الكويت وهذا يمكن وضحت من خلال الجائحة كثير من الخدمات الحكومية أصبحت تؤدى إلكترونيا دون عناء الوصول لها جهات حكومية تنافست في تقديم تطبيقات كثيرة مكنت الناس من الحصول على هذه الخدمات بشكل ميسر الحكومة قدمت برنامج سهل جمعت في كل الخدمات الحكومية التي تحتاجها دش وأطلب وأخذ خدماتك وأنت قاعد في مكانك يعني هذا التحول الرقمي اليوم يفرض علينا واقع أننا لا بد أن نتحرك مع هذا التحول ولا بد أن نواكبها التغير وإلا سنجد أنفسنا في آخر الرقم لأن اليوم التكنولوجيا أصبحت عنصر حاسم عنصر أساسي في بناء المجتمعات ويمكن اليوم الاستغناء عن هذه التكنولوجيا وهذا ما أشار لسموه أن أيضا استراتيجية الكويت 2035 يعني تحدثت عن موضوع التحول الرقمي والتكنولوجي وأهمية استخدام التكنولوجيا اليوم والأساليب العلمية الحديثة المتطورة في إدارة الحكومة يعني يمكن شون نستفيد من هذا المؤتمر فيما يتعلق بالجانب التحول الرقمي والتكنولوجي اليوم عندنا خبرات كبيرة جدا من الشركات والمؤسسات الكبرى التجارية موجودة في هذا المؤتمر ستعرض خبرتها في مجال التطور الإلكتروني وشلون قدرت تحسن مستوى خداماتها من خلال أساليب علمية حديثة تمكن الجهاز الحكومي من أنه فعلا ينهض بخدمته في موائمة المتغيرات القادمة فلذلك هذه التجارب ويمكن هذا أحد الأشياء التي تسعى الكويت من خلال المشاركة نتعلم تجارب نستفيد منها شلون نقدر ننقل هذه التجارب الكويت عندنا ونقدر نطور الأداء الحكومي ونجعله تنافسي ونجعله متميز اليوم العالم بحيث أنه فعلا نقدم خدمات أكثر تطورا وقريبة من الواقع وقادرة على مواجهة التحديات وأيضا شيء منظور مستقبلي إنه شيء مستمر لكن لابد أن يكون عندك استعداد أنك تتعامل مع المتغيرات التكنولوجية ونرح تشوف نفسك بعد فترة من زمن ما زلت تستخدم آليات قديمة خلاص يعني العالم يأما عندك تنهض ولا إلا في النهاية لن تكون قادر على التطور وسموه رئيس الجراء الحقيقي كلمته وضعت نقاط على الحروف كثيرة فيما تعلق بدور الكويت واهتمامات دولة الكويت في هذه القضايا المعاصرة والمهمة طبعا أكيد يعني مواكبة التطور شيء مهم لنهوض البلد بشكل أو بآخر وهذه بالنهاية المحاور التي ذكرتها رؤية لكويت عشرين خمسة وثلاثين بإذن الله أكيد نشوفها في أعلى المراتب جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري كنت معنا وهذه القراءة بهذه القمة المميزة في دبي شكرا جزيلا لكم جميعا شكرا جزيلا لكم